تشوف فيه اللي حصل واخر الملاحظات الموجودة داخل اللجنة مع ست نائب عبد الحميد كمال عضو اللجنة برحبك ست نائب الموضوع ده هنلاقي له حل ولا لسه فيش حلول وموضوع خطير بيواجه كل شارع وكل أسرة في مصر وعامل مشاكل بيئية وصحية وهو لو اتعمل صح هيحل مشاكل العلاج في مصر من الناحية الوقائية لان احنا ما عندناش راز الوقائية ويحل مشاكل البيئة وهيجيب فلوس وهخلي بلدنا ننظيف لكن احنا لازم نتكلم بشكل صحيح واحد احنا حجم القمامة اللي موجودة بتلقى سنويا عبارة عن جبال من القمامة بتصل الى اكتر من 20 مليون طن قمامة فيها كمان مواد خطرة خاصة بالمواد الطبية الخطرة لان المواد الطبية المخلفات الخاصة بالعيادات والمستشفيات والعمليات الجراحية ده موضوع ايضا خطير انا النهاردة عندي مشاكل في المنظومة من ناحية الجامعة ومن ناحية الكنسة ومن ناحية التدوير ومن ناحية الدفن فكل العوامل دي اصلا المفروض تتحطى على بعضها للأسف الشديد بيان الحكومة لما نزل اتكلم كلام انش قال ان احنا هنحسن المحافظات وهنعمل المدفن الصحية لكن هذا الموضوع موضوع مختلف كمان خطة الخطة بتاعت 20-30 كانت بتختفي تماما واحنا قدام تناقضين والتنمية المحلية بتقول كلام ووزارة البيئة بتقول كلام مفيش استراتيجية وغاين دلوقتي بنتكلم عن شركة قبضة انا بقول قبل ما نعمل الشركة القبضة علينا ان احنا نبص في التجارب الاتية اولا احنا ما بنعملش شركة قبضة عشان نعمل شركة قبضة الاول بنشوف المشكلة ايه ونعمل لها شركة تبقى تعمل ايه او نعمل الكيان اللي يعمل سؤال سؤال احنا برضو نما احنا رصدنا برضو خلال الفترة اللي فاتت اراء الناس المشكلة كلها في الجامع المنزلي احنا بنتكلم ان دلوقتي هي المشكلة موجودة ان انت بتحط السنة دي الزبالة في الشارع والناس بترمي وبالتالي بتتراقم وغير كده وكده مشكلة النباشين قبل كده ما كانش في المشكلة دي توقعنا الحال بسيط جدا في الجامع المنزلي ربما ده اراء الناس مش رأي انا مش شخصي فعايز اعرف الاراء اللي كانت موجودة داخل اللاجنة ايه واي اللي تم الاغذي بيها الاراء متعددة ومتنوعة حسب كل مصلحة القطاع الخاص بيتكلم على مصلحته الهيئات بتتكلم على مصلحتها المحليات بتتكلم في رؤية مختلفة بعض الخبراء بيتكلموا في رؤية تفصيلية وفنية انا من وجهة نظري اولا احنا مرنا بمجموعة مشاكل بقى اتحدى دلوقتي في حجم القمامة والتراكم والمشاكل ايه ايه بقى اهم حاجة احنا عندنا تجربة المحليات تجربة المحليات كانت فيها بعض المحافظات النكحة نتيجة لخصوصيتها لان كل محافظة فاخد النموذج اللي ينفع مع كل محافظة عندي في فترة من الفترات استخدمت الشركات الاجنبية في الكنس والجمع وفي التجميل انا ايه ايه الخبرة اللي انا طلعت منها بستفيد منها من الشركات الاجنبية اللي فسخنا التعاقد معها ومشيناها وما كانش ياجب انها تبقى موجودة ايضا انا عندي القطاع الخاص الجميع القمامة اللي هم الجمعيات سواء الجمعيات او الافراد او اللي بيشتغلوا في عزبة خير الله او في اي اماكن اخرى جميع القمامة بشكل خاص وعندي النباشين وعندي المصانع المغلقة انا باخدكم من كل ده ايه السلبي والاجابي والدروس المستفادة عشان اعمل كيان كبير يحدده انا عايزين برنامها في المناقشات جوه وصلت لايه انا اعتقد انه المناقشات هتصفر عن ان احنا لازم يبقى فيه كيان هل الكيان ده يبقى شركة قبضة حكومية بس ولا يبقى فيه شراكة مع القطاع الخاص ولا نسمح بالقطاع الخاص انه يشارك او بالجزء الخاص بالتعاون او جزء بالمحلية وبالتالي ده النقاش ده هيطلع في الاخر بنتائج انا اعتقد انها ايجابية بس مع ملاحظة ان لازم عندي مشكلة في التشريعات من الذي يشتغل في البيئة انا بدي ترخيص لمين من هو الذي يعمل في البيئة فلازم تشريع بيعطي رخصة لمزولين البيئيين وبيشتغل ايه هل هو يعني بيكنس ولا بيجمع ولا 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 بيجمل فلازم يبقى فيه قانون خاص بمزولة المهنة اتنين اه اتنين تشريع تاني ما عادش قانون 38 لسنة 67 بتاع النظافة ينفع ولا عاد قانون البيئة الموحدة اربعة ده ينفع لازم اعمل قانون جديد لعملية النظافة وبوجهة النظافة لازم اشدد العقوبة لازم اعمل عقوبات رضعة لازم اعمل علاقات جيدة بهذه المنظومة ويبقى فيها تحفيز يعني ابص في التشريع الحالي دلوقتي لابد منه لان اذا عملنا كده هيبقى نجحنا اذا عملنا عكس كده ونقول شركة قبضة ونروح نعمل شركة قبضة كده والشركة تبقى بتاعت الحكومة ممكن يبقى ده هيرجعنا للمربع سفر تاني احنا عندنا مشاكل مترقمة عندنا اوضاع بايه مترقمة الناس بنعمل امراض بنصرف على ادوية والشكل الجمالي بقى سيء احنا عايزين نرجع للعصر الزهبي لمصر ان شاء الله شكرا لكم مشاهدينا وما زالت لسه المناشة المستمرة داخل لجنة الإدارة المحلية حول ازمس القمامة وكيفية حالها شكرا لكم وإلى لكم